أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن قطاع الصناعة يحظى بدعم كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين الصناعة ولتشجيع التعاون مع القطاع الخاص هو ما يتطلب ضرورة تكثيف الجهود لإزالة مختلف التحديات التي تواجه قطاع الصناعة جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع لاستعراضي نتائج اكتماعات لجنة دراسة التحديات التي تواجه المشروعات الصناعية وأهم التوصيات والمقترحات المنبثقة عنها من جهتها أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة لتيسير سبل الاستثمار في قطاع الصناعة وأشارت الوزيرة إلى أن من بين توصيات لجنة التحديات قيام جهات الولاية بتقديم حصر كامل للأراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر